كشف المؤتمر الوطني عن مقترحات تقدمت بها الاحزاب لحل الازمة السياسية بالبلاد من بينها تقديم او تأخير الانتخابات المقبلة وكذا الخضر خلال منتدى سياسي عقد امس في صحيفة المستقلة انهم تواصلوا مع معظم الاحزاب السياسية بالبلاد مع عدى حزبي الشويعي والمؤتمر السوداني مشيرا الان بعض الاحزاب قدمت مقترحات بتقديم الانتخابات او تأخيرها لحل المشكلة الانية وقال الرئيس القطاع السياسي بالحزب عبد الرحمن الخضر ان الامارات ستدعم السودان بالوقود